مظلومية كربلاء هي مزالت في جيناتنا حاضرة حاضرة على طول نستذكرها دائما مو شرط نستذكرها بالمناسبات السنوية تبعا في كتير شبه بين مأساة الحسن والمآسي هاللي عم نتعرض لنحن يعني بلدنا تعرض لحرب من كذا دولة مع عدى آلاف المرتزقة التكفيرجين اللي حاولوا يدمرونا ويدمروا بلدنا يا قلبي الحسين يعني الإرادة والواحد إذا ملك الإرادة فإنه ينتصر على المستحيل فالإرادة هي سيدة المستحيل السيدة زينب هي ليست كاتبة أو أديبة أو خطيبة هي ملكة الإرادة ومشان هيك عندما وقفت أمام سيء الذكر يزيد قالت له بكل ثقة والله لن تمحو ذكرنا ومشان هيك نحن بعد ألف وأربعمائة سنة ونيف لا نزال نذكر السيدة زينب والسيد الحسين وأتمنى لقناة أصيل دوام النجاح والتقدم لأنها قناة تملك الإرادة وإلى الدقاء إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر